سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة سلام الله الذي يفوق كل عقل وقوته المغيرة وسلطان روحه المحي يكون معكم وفيكم اليوم بصلي ده من أجلكم جميعا في اسم يسوع المسيح النهاردة حلقتنا النهاردة هي ردا أو تعقيبا على الدكتور سعد الهلالي وموضوع الفتاوى منتهية الصلاحية الحقيقة أنه فتوى منتهية الصلاحية ده كان التركيز بتاع الحوار اللي عمله مع الأستاذ عمر أديب في فتاوى منتهية الصلاحية غير صالحة لاستخدام الأدمي يعني احنا بقى عنواننا بنسأل فيه هل هي فتاوى منتهية الصلاحية أم إسلام منتهية الصلاحية فتاوى أم إسلام منتهية الصلاحية ده سؤال يعني بصراحة سؤال وجيه أنت بتشيل فتوى وتحط فتوى وده يعني أتفاهم تغيرات العصر والكلام ده كله لكن هناك من تأثروا بهذه الفتاوى لأجيال كثيرة وهناك من يخالفك في الرأي مثلا يعني أولا ملاحظة عامة وهي يعني حتكون قلب حلقة النهاردة في كل ما سنتكلم فيه ملاحظتي الأولى أن الإسلام فوضى عارمة والفوضى دي مصدرها تعاليم ليست من الله وسلطات دينية تتعامل ببشريتها مع هذا التعاليم بصور مختلفة ومتعارضة في معظم الأحيان الجملة دي أنا أحعدها تاني الإسلام فوضى عارمة والفوضى مصدرها تعاليم ليست من الله وسلطات دينية بتتعامل ببشريتها البشر دول بيتعاملوا ببشريتهم بطبيعتهم الإنسانية مع هذه التعاليم بصور مختلفة ومتعارضة في معظم الأحيان فتخلق فوضى فكل سلطة دينية مثلاً لو ديتوكم مثلاً كل سلطة دينية دي اعتبرها زي دولة أنا بضرب مثلاً الدولة لها قوانين مختلفة كل دولة لها قوانين مختلفة عن دول أخرى وتصدر القوانين دي حسب طبيعة البلد حسب قوانين حقوق الإنسان وهكذا يعني الديانة كله بيدخل في القوانين المختلفة والقضايا بيبقى ليها تطبيقات مختلفة من جهة القوانين من بلد لبلد يعني مثلاً لو خدت إيران ومصر هتلاقي أنه في إيران مثلاً التعامل مع قضايا النساء والزي النسائي الجواز الطلاق هو الخط الأساسي فيه إسلامي ولكنه تفسير إسلامي يختلف عن التفسير فيه ما يتعامل بالقانون المصري مع المرأة المصرية ده إذا إيه دريع يعني ده إذا كان مش كده هتلاقي ده شكل وده شكل حتى الشكل العام للبلد مختلف عن لو بصينا للمرأة في إيران هتلاقيها مختلفة تماماً عن المرأة في مصر شكل عام مختلف بتطبق فيه قوانين لكل بلد السعودية مثلاً أخذت السعودية والإمارات هتلاقي الناس مثلاً في السعودية أخذ مثل واحد من السعودية محدش يقدر غريب أو غير مسلم يدخل مكة مثلاً في السعودية الإمارات دولة مفتوحة عايز تدخل يدخل مكان ما أنت عايز تأكل تشرب تلبس تقلع كل اللي أنت عايزوا تعمله في دبي مثلاً في إحدى هذه الدول مثلاً يعني فيه اختلاف مع التقدم اللي بيحصل في السعودية لكن فيه اختلافات مش كده فيه تقارب لكن فيه اختلافات الدول بتتعامل في الأمور دي يعني وبتتعامل مع القوانين دي وبتطبقها حسب طبيعة البلد وثقافتها ودينها وكل ده لكن ماذا عن منظومة دينية اللي المفروض أنه يكون مصدرها واحد وقانونها واحد لأنه بيعتمد على واحد وهو الله ده غير موجود في الإسلام غير موجود في الإسلام لن تستطيع إثباته في الإسلام لأن هذا الإله ينقض نفسه في كل شيء فيخلق فوضى يخلق فوضى في العقول وفي القلوب وفي الأفكار وعلى الأرض دي لا تستطيع أنك تتفادى رؤيتها ليه عندك الإسلام المتشدد والإسلام الوسطي والإسلام اللي فوق الوسطي واللي تحت الوسطي يعني يا جماعة ليه لأنه ما عندناش قانون الله واحد ولأن إله الإسلام هو إله الفوضى فعندما يخلق الشيطان فوضى في عقول وقلوب الناس يبعدهم عن فهم الله والحضور أمام الله الإله الواضح المحب القادر الجلي المتمجد دائما القدوس دائما ده شكل وده شكل تاني خالص الصادق الأمين دائما معنا ده شكل وده شكل الكلام ده مش موجود في الإسلام لكن بالتأكيد موجود في الكتاب المقدس النهاردة الفوضى الإسلامية ظاهرة جدا حديث الدكتور سعد الهلالي هو يعني نتاج صراع موجود على الأرض وفي حياة الناس وحتى الصراع ده بقى بين رجال الدين بقى نفسهم يعني الحكماء العلماء كل الصراع موجود في أستقام وبقى ظاهر جدا الفوضى شيء خطير يعني لو قريت شوية عن نظرية الفوضى مثلا يعني مش عايزك أفسر كتير في الموضوع ده لكن كل فعل ليه رد فعل إذا كان الرد فعل ده يكون مباشر أو بعد سنين طويلة أو بعد أيام قليلة لكن هناك دائما ردود أفعال للفوضى اللي بتحصل فيقول لك مثلا أنه العلماء بيقولوا أنه رفرافة أجنحة الفراشة ممكن تعمل سونامي كبير يعني فراشة تحرك جنحتها في روسيا بعد سنين الزبزبات دي تعمل تأثيرات وتعمل فيضان في اليابان أو سونامي في اليابان أنا شايفة أن رفرافة الفراشة ولا كان معرفش كان غراب ولا إيه اللي عمل الرفرفات دي وجاب لنا كل المصائب والكوارث الإسلامية دي من 1400 سنة وشوية إلى اليوم النهاردة ابتدت بقى السونامي ياخد قدامه الهراء والفوضى الإسلامية الفوضى واضحة في بين السلطات الدينية وبعضها بين العلماء وبعضهم اختلافهم منذ البداية وهما بيختلفوا يعني الصحابة اختلفوا من أول يوم بعد موت محمد هما كانوا مختلفين في حياته لكن بص عملوا إيه ركنوا كم يوم لحد ما جثته تأكلت وتعفنت وقاعدين يتخنقوا على مين اللي هيعمل إيه كانوا مختلفين منذ البداية لأنه لم يكن هناك قيادة روحية يقودهم فيها الله مش بشر ومازلنا في هذه التخبطات السلطات الدينية والعلماء وتخبطهم يؤدي إلى بقى الفوضى المدمرة اللي بتحصل في وسط العامة اللي انتوا بتقولوا عليهم عامة اللي بيدعوا برضو إنه هما كل واحد منهم أحسن من التاني وبيفى بكتر من التاني وهم ما جاءها لها ما بيعرفش حتى يتوضوا بالنسبة للإسلام يعني فالفوضى تخلق هذه التداعيات الكبيرة اللي احنا شايفينها على الأرض هتكلم في الموضوع ده بالتفصيل طرحا للأمور اللي اتكلم فيها الدكتور سعد الهلالي لأنها مهمة وفيها زكاء وفيها أمور يجب أننا نناقشها ونشوف الكلام ده كله صح ولا غلط ولا إيه وإيه دواعي لكن الحقيقة أنه كتير منكم بعطولي عشان أفتح حديث معاكم في موضوع كلام الدكتور مبروك عطية عن السيد المسيح له كل المجد والكرم أولا أحيلكم لحلقة رائعة جدا من حلقات أخويا وأستاذنا الأستاذ وحيد وهي حلقة رقم 644 كفة ووفة زي ما قلنا له كلنا رد كان مفصل وهادي وفي الصميم كعدته احنا يا جماعة ما عندناش خناء مع حد أنت أخطأت فإحنا هنعملك بمحبة المسيح ومن انتقدت قانونه اللي قاله هو بكل قلبه للناس اللي كان بيعلمهم ولينا في الموعزة على الجبل من أساسياته هي سماحة الله وفهمه حتى لما بنكون إحنا أغبية في التصرف أو في الكلام مع ذلك إحنا بنحبك كما يحبك الله الحقيقي وبنسمحك على ده وبنصلي أن الله يلمسك كانت الحقيقة الحلقة بتاعة الأخ وحيد مفصلة وجميلة وهدئة زي ما قلت لكم ارجعوا شوفوها حلقة 644 أنا عندي تعليق صغير خالص هنا فيما يخص بقى العابرين على فكرة أولا عايز أقول إن إحنا اتعلمنا كعابرين بعد خروجنا من المنظومة الإسلامية اللي إحنا كنا عايشين بنضحي وندفع فيها عن هذا الإله ورسوله وصحابته ومش عارف إيه ونزود بالنفس والمال والجهد والكلام ده إلى إله يدافع عنه فإحنا يعني ردودنا أو مشاركة أفكارنا ليست دفاعا بل توضيحا بل تقديم لمحبة وفهم لللي عنده استعداد إنه يفهم ويفتح قلبه للحقيقة فده أولا تاني حاجة عايز أقول إنه من فضلة القلب يتكلم اللسان فعلا لكن ماذا تعني كلمة من فضلة القلب يتكلم اللسان قلب الإنسان ممكن يعني يبقى مليان بالسلام فهينتج منه إيه إلا سلام ومحبة وطول أنا ورحمة على الآخرين ما عندهش سباق مع حد الإنسان اللي قلبه مليان بالله ما عندهش سباق مع حد ما عندهش خناق مع حد كي ولكن عنده عناية وتعاطف بالآخرين لكن لما يكون اللي داخل القلب غضب وتحيز وتحذب واستعلاء وده الرواسب بتاعته في القلب اللي هي بتطلاق مع كل فكر شيطاني في الإسلام بتخلي الإنسان يبقى غاضب ويبقى بيرى بنظارة واحدة بس وهي نظارة الدفاع نظارة إنه يجمل ويزبط الأمور الإسلامية ويجهل الآخرين ما يقوم بي الدكتور مبروك عطية أنا هقولها بكل الحساسية والأدب هو ناتج عن قلب غاضب جدا وفكرة غاضب جدا وجهل جهل بشخص الله ومعرفة الله وقوانين الله وجهل يعني معرفة احتياجات الناس اللي حوالي حتى يعني حتى لما نشوفه بيكلم واحدة ستة ولا واحد راجل تلاقيه نازل شتيمة وهبد في الناس ولا هو بيسمحهم يعني هو ما اسمعش المشكلة إيه هو عنده كتاب صفحة مفتوحة على يمين عايز تكلم عنها وصفحة مفتوحة على الشمال هو عارف فيها إيه لكن ما يعرفش في قلوب الناس ماذا تحتاج لكن الله الحقيقي يعرف وهي دي بقى نرجسية الإسلام ونرجسية الجهل التي يطفيها الإسلام ورواصبها موجودة في الناس اللي مش عايزة تعرف وفاكرة نفسها بتعلم بس وهي محتاجة تتعلم كتير الصمت يعلمنا السماع يعلمنا الحضور أمام الله يعلمنا دي أواحدة وهاخد المكالمة خلوني بس أكمل الفكرة دي أنا بصلي أنه الرب يملأ قلبك بمعرفته وأنه كما الدكتور مبروك عطي تهكم على الناس اللي بتشوف رؤى فيها المسيح والعذرة والكلام ده كله وقال لك شوف مش عارف إيه النبي يونس شوف مش عارف ما دول ما بيجوش هيشوفهم إزاي دول مش حقيقيين عشان يشوفوهم أصلا كان محمد جاء لك هو مش هيجي لك لكن أنا بصلي أن الله اللي أنت اتريقت عليه ده واللي أنت قلت أنه شوفو لكو حد غير المسيح واللي مش عارف إيه والكلام ده كله ربنا يسمحك يعني مش مهم لكن أنا بصلي أنه هو نفسه يزورك بصلي أنه أنت تختبر الأحلام دي والرؤى دي زي ما اختبرت أنا وملايين من العابرين عظم محبة المسيح أنه يترك الكل ويأتي لي ويقول لي أنا اخترتك أنت فأنا بصلي يا دكتور مبروك عطية والكل من يتكلم بهذه الطريقة عن المسيح أن يزورك المسيح في أحلامك وفي حياتك وتراه رؤية العيان فتتغير حياتك وتكون سبب بركة للكثيرين أمين من قلبي الصلاة ديليك وربنا يبركك خليني أخذ المكالمة معنا سام أهلا سام تفضل أنا مش سامعة سام معنا خليني على ما يحضروا المكالمة خليني أشوف موضوعنا بقى اللي معه الدكتور سعد الهلالي يعني مهمة قوي أننا نفهم المتحدث أنا من زمان قلت أننا بختلف مع طريقة الدكتور سعد الهلالي في أنا أسفى مين أوكي طيب تفضل أهلا أخي سام سلام ونعمة أخوي إزايك أخي أخي أماني أهلا وسهلا تفضل أنا الخط بيقطع الظاهر طيب لو رجع لو رجع قولوا لي طيب فأنا كنت بقول أنه أنا دايما بنظر للشخص المتكلم بيتكلم منين يعني هو إيه وجهة نظره المرة دي الحقيقة أن أنا شفت في تعليقات وتعبيرات الدكتور سعد الهلالي عن القضايا اللي هو شاف أنها فتاوى استهلكت وبقت يعني غير صالحة للاستخدام الأدمي وتعبيري مش تعبيره عشان محدش يشنو الراجل يعني هو قال أنها منتهية الصلاحية لكن أنا من زمان بقول أن الإسلام كله منتهي الصلاحية وغير صالح للاستخدام الأدمي الدكتور سعد اتكلم عن الفتاوى اللي أثرت على ناس لأجيال كثيرة وتكلم عن خبراته هو الشخصية وانكسار قلبه في حاجات كتيرة وانكسار أحلامه في حاجات كتيرة لأنه كان هناك فتاوى قالت له حلال حرام ينفع ما ينفعش وطلعت كلها بازراميت ملهاش معنا فأنا فهمت برضو الخلفيات ليه الناس دي بتبحث عن مخرج بس مش قادرة تخرج عن إطار أنه السقف هو أنه الإسلام ختم اللي مش عارف إيه وأنه هذا هو الدين الذي يعني يجب أن يطبع لأنه عنده مجتمع وعنده بيت وعنده عايز يعيش عايز يبقى له مكان وده اللي بيعيق ناس كتير لكن المشكلة في الكلام اللي من الناحية التانية بقى أنه بيدي لك أنصاف حلول لا توصل إلى الله أنا عايزة أشارك معاكو حاجة أنا بتذكر جدتي لما كنا نتكلم معاها عن المسيح فكانت تقول لا بس أنتو سيكم مش فاهمين يعني هم قالولنا كده زمان بس دلوقتي كذا بس هو ربنا مش يعني مش متشدد قوي ما تسمعوش كلام الشيوخ ارو القرآن بس كتحاول تدافع مش إنها بتدافع عننا عشان إحنا نرجع للإيمان لا هي كانت بتدافع عن إيمانها الشخصي وكانت تقول إنه أنا أعدت مش حاجة وستين سنة ولا عارفة كان عندها سبعين سنة ولا حاجة زي كده يعني تقول أنا أعدت كل ده مؤمنة بمحمد أرجع دلوقتي يقول إنه ما كانش رسول ده كلام ما ينفعش ما أقدرش أعمل كده فالمسألة كان فيها يعني جدور وتعليم وحياة وكلام من ده الدكتور سعد الهلالي بيفكرني بيها لأنه جدتي في الوقت ده ما كنتش قادرة توسع نظرتها لكن بعدين لما خرجت من الثقافة الشرقية دي وربنا إدها أعلانات خاصة لها قبلت المسيح وما بقاش يهمها إذا حكيت في آخر حياتها لكن ما بقاش يهمها وتعامل معها الله أنا بصالي إنه الدكتور سعد اللي بيفكرني بيها جدا إنه بيحاول يعني يتمسك بشعرات من الثقافة ويجد فيها لها يعني تحوير وتعليف يعني هو جديا بيحاول بجد إنه يجد مخارج ويتحرر من القيود ولو كل الاحترام لكن يعني برضو ده اسمه محاولة تجميل ما هو قبيح في الآخر ما ستجده هو قبيح لأنه أنت يعني الدكتور سعد لما بيجي يقدم لك وجهة النظر ووجهة النظر الأخرى بيقولك شو أبدا هو عايز إيه وإنت عليك تختار فعندك في المجتمع المتشدد وعندك في المجتمع اللي اختار ده وعندك في المجتمع اللي مش عايز يختار أي حاجة والدنيا كلها بايزة ولن يصل منكم أحد إلى معرفة الله الحقيقة محاولة إيجاد حل بين الفقه والعرف دي مشكلة المشكلة بقى أنه كل ده حاول تعمل حط أي وصلات وخيوط ونوقة توصل بهم الفقه والعرف ما لم يكن الله موجود فيها فإنت عندك مشكلة المشكلة أنه كل ده يترك الإنسان بلا إرشاد إلهي وتدخل إلهي حقيقي وحضور إلهي حقيقي أوكي معنا مكلمة الأستاذ سام رجعتاني رجعتاني شكرا كتير أخت أماني والله متأسف ما بعرف منك تتخربط ولا يهمك ولا يهمك يا سام شكرا يعني أدخل في مداخلتي والله محايد والله العالم محايد طي ليش يعني إذا كان الإسلام مثلا يعني بحترم كل كلامك والله على رأسي الحرية التعبير عب كل ما يعني لي عايزها مثلا بستغرب مثلا أنا عابر أفترض أفترض أنا عابر وعايز أكون مثلا أدخل البشارة يعني لي بشوف أنا يعني الغرب أوروبا وأستراليا وفرنسا بيدخلونا البلدان العربية المسلمة ما بيخافوا ما بيخافوا يعني يدخلون ويزورون في سياحة وما يحكي معهم حدا مرتاحين مطمئنين إذا كان إسلام إرهاب يعني مش منيح مش كويس هذي الشيق الأول الشيق الثاني يعني بالمنطق بيشوف روسيا بلد مسيحي وبيروح أوكرانيا بلد مسيحي وبيتسارعوا يعني في فوضى هناك يعني في فوضى بين روسيا وأوكرانيا يعني في حرب يعني وهما مسيحيين يعني فهمت هذي وجهة نظري ومع كامل حشرامات اللي حكيك أخت أماني شكرا إليك طيب بص يا سام شكرا يعني خليك معي عشان ممكن أسألك في حاجة حضرتك قلت الغرب بيروحوا أفل أوكي طيب حرد سريعا أنت بتقول أن الغرب بيروحوا يعني بيزوروا الدول العربية بأمان لا ده مش حقيق مش الكل بيزور في أمان ويعني مثلا عندك السياح ما يقدروش يدخلوا في أماكن معينة فيها متشددين مثلا لأنهم بيديقوهم في السعودية ما فيش حد يقدر يدخل مكة مثلا لأنه حيتحبس مثلا يعني لكن يعني فيه فرق بين السياحة وتعاملات الناس والدول مع بعضها وتأثير الفكر الإسلامي على ثقافة الشعب نفسه اللي بيطلع يعني بنلاقيه فيه حاجات زي القعدة وداعش وأنت عندك الأستاذ إبراهيم عيسى هدده القعدة مهدده وهو في بلد كويسة ومرتاحة وما حدش بيهدده في البلد لكن هناك دخلاء مدسوسين في البلد يتبعوا القعدة لأنهم يتبعوا الفكر الإسلامي ما تخلطش بين الاتنين أنا بتكلم على الفكرة وبتكلم على الثقافة الإسلامية اللي بتلخبط عقل المسلم ما بيبقاش عارف هتشوف دلوقتي الفتاوى اللي بيقول عليها الدكتور سعد الهلالي هتصدم من الفتاوى اللي بيقول إنها فتاوى بقت غير صالحة للاستخدام الأدامي مش أنا اللي بقول ده هو اللي بيقول لأنهم يجدوا إن الإسلام لم يعد يساعد المسلم على حياة إنسانية كريمة فقط أما بقى من ناحية روسيا وأوكرانيا دي سياسة ومين قال إنه القائد ده بيعمل كده باسم المسيح هو ما بيعملش كده باسم المسيح ولا إنسان مسيحي يقدر يوافق على ده المسيح ما قالش احمل سلاحك قدام حد لكن إحنا عندنا في الإسلام عندك جهات طلب وعندك يعني جهات للدفاع وجهات للطلب إنك تروح تهاجم ناس عشان تجيبهم للإسلام المسيحية ما فيهاش كده أوكي خليني أروح للي ابتدى به الدكتور سعد الهلالي في الموضوع ده هو قال كده بعض التعبيرات اللي بتورينا هو اتجاه فكري بيقولك اللي أنا بقوله ده هو إصلاح تماشئا يعني بيتماشى مع حكاية إصلاح مسيرة الخطاب الديني اللي كان ابتديها ابتدها الرئيس من فترة طويلة وإنه متحمس جدا للأمر ده وبيقولك إنه فيه فعلا فتاوى بقت غير صالحة للاستخدام اليومي للناس بيقول إن الخطاب الديني يساعد الناس تغييره يساعد الناس إنه هما يقبلوا بعض لإنه الخطاب الديني الموجود الإسلامي اللي موجود بيحرد المسلم على إنه لا يقبل الآخر من نفس المذهب ودي حقيقة ومشكلة ومشكلة إسلامية كبيرة المسلم لا يقبل المسلم إذا تعرض معاه في فكره في شيء لو قلت الواحد هاخد مثل صغير جدا لما قتلت الصحفية في إسرائيل والمسلمين بعض المسلمين خدوها وصلوا عليها فطلعوا ناس من الشيوخ بقى أو الأولاد الحواني والناس بقى الكبيرة وعاصم عبد الماجد والناس دي كلها يعني قالوا كلام لا يقال على إنسانة وعلى تصرفات الناس دي واعتبروا إنه اللي عملوا ده خروج عن الدين وكسر ثوابة الدين ويؤدي إلى كذا وإلى كذا يعني دول سنة ودول سنة دول عندهم قضية فلسطين ودول عندهم قضية فلسطين لكن بس تخرج شعرة تتاكل على طول ففي مشكلة إنه الخطاب الديني الإسلامي مش الخطاب الديني في مصر بس هو بيحرد المسلم على إنه لا يقبل الآخر إلا زي كان شبهه بالزبط نسخة طبق الأصل بيقول كده إنه النص القرآني والنص النبوي كانوا محكمين بالعرف ومازالوا محكمين بالعرف عايز يقول لنا إنه وقت النبي النص القرآني والنبوي كان محكم بالعرف ودلوقتي اتغير وبعدين رح مقسم لنا واختار كده مجموعة من الأحكام والفتاوي اتغيرت على أساس العرف والتحضر أولا النقطة الأولانية الفتاوى اللي اتغيرت فيه ما يخص المرأة وبعدين فيه ما يخص الرجل وبعدين فيه ما يخص المجتمع خلينا نبص للسلايد اللي جاي ده ونشوف الفتاوى اللي جات فيه ما يخص المرأة هو ابتدلنا بحتة إنه صوت المرأة عورة قال إن ده لم يتفق عليه الأئمة وإن الغزالي الشيخ الغزالي كافح وجاهد علشان يقف أمام ده وإنه ما فيش سند لموضوع إنه صوت المرأة عورة عارفين مين اللي يعرف مين السند أو إيه السند اللي في موضوع صوت المرأة عورة ده الستات هما اللي يعرفوا لإنه كان بيتقلن واتي صوتك صوتك مغري صوتك حلو ما ينفعش الرجالة تسمعوا بالشكل ده تخني صوتك شوية وأنتي بتردي على التليفون حاجات زي كده يعني ده له أساس في الدين آه له أساس في الدين خليني أقرى لكم يعني واحد بيقول بيسأل الباز على فكرة ابن باز فبيقول له يعني هل صوت المرأة عورة فقال له لا هو ما هواش عورة ما يعني ما ينفعش إن إحنا نقول كده لكن أقول لك العورة فين هو مش صوتها قوي بس صوتها يعني مش كله بس حتى منه أوكي ولكن العورة في ذلك ما كان عن تغنج وعن خضوع هذا هو الذي يمنع هكذا قال جل وعلا هذا هو الذي يمنع هكذا قال جل وعلا يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن تقيتن فلا تقدرن بالقول فيطمع الذي في قلب ومرض وقلنا قولا معروفا وبيفسر بقى إنه الصوت الست اللي فيه تكسر وتغنج ومش عارف إيه يا عم ده صوت الراجل لو لو صوته حلو شوية ومغري شوية ولا رفيع شوية واحنين شوية ممكن يقولوله إنت ما تعملش كده إنت بتغري الستان فأنا عايزة أقول إنه المسألة دي مش إنها فتوى ما تصلحش ومش هتنفع للوقت ده سعد الهلالي بيقول إن إحنا يجب أن نرفض هذه الأفكار أنا معاك لكن يجب أن ترفض أيضا الأساسيات وخاصة عندما ترتبط بالقرآن اللي بيقولك إن زوجات النبي كانوا بيكلموا الناس بتغنج وخضوع ودلع شوية مش أنا اللي بقول ده هو كده جاي لهم أمر من ربنا ما تعملوش كده لأنهم كانوا بيعملوا كده مش كده وبعدين نتكلم على عمل المرأة ف يعني عمل المرأة ده مرتبط بإيه مرتبط بحاجة المجتمع فالفقهاء بيقولوا لا يعني دلوقتي المرأة تعمل بس لأنه لنا حاجة لعملها كطبيبة وكمدرسة ومش عارف إيه في كل نقطة من هذه الأمور أنت كإنسان عايز تقول أن الست دلوقتي طلعت المريخ أو طلعت الأمر أو عملت حاجات غير عادية لكن أنت عندك شيخ مثلا الخميسي كان قاعد أول مبارح بيقول يعني مش أول مبارح بس يعني كان قاعد بيقول إيه إنه إنه ليس هناك طبيبة جراحة امرأة نجحة ده من النادر جدا إلا إذا كانت مسترجلة أو مش شطرة هكذا يرى هؤلاء دي من النوادر جدا من النوادر جدا يقول أصل الأستاذ قام عمل إحصائية وشاف قد إيه عدد الجراحات الناجحات ومدى نجاحهم وكلام من ده على مستوى العالم إنت ما عندكش جراحات ناجحات في السعودية بهذا القدر لإنكوا قفلتوا عليهم كل باب علشان يطلعوا يعملوا اللي هم عايزين ومع ذلك طلع منهم نابغات بعد القفل القفلة اللي إنتوا قفلنا عليه فما ينفعش تقول إن دي يعني برضو ملهاش أساسيات الغيها هي غير صالحة فعلا لاستخدام الأدامي بس صلح الأفكار وصلح الآيات القرآنية اللي بتقول مثلا إنه يعني إن الستات أو من ينشأ في الحلية اللي بتقولك إن الست دي اللي قاعدة يعني بتلبس وتتزوق وكده ما تعرفش تيجي تطلع نفسها من مشكلة تدين نفسها ليس لها منطق زي ما كان لهاش منطق هتشغلها إيه مش كده بتبنعهم إن هما يعيشوا كل إمكانياتهم اللي ربنا خلقهم بيها صحيح بس أنت عندك مصدر من أيام محمد إلى اليوم موجود هتلاقيه تقدر تشيل الحاجات اللي فيها أحاديث لكن هتعمل إيه في إله بيقول إن المرأة ضعيفة المنطق هتعمل إيه دي قيد قرآنية طب نروح بقى لموضوع خروج المرأة يعني أو ولاية المرأة بيقول بعد كده ولاية المرأة إنه المرأة تبقى قادي ولا تبقى يعني مناصب مهمة مرتبطة بحتة عمل المرأة قوي ولكن دي طبعا مرتبطة بحديث إنه لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة المشكلة في هذا الحديث إن ده أثر على أجيال كثيرة صحيح ولكن الشيء الجيد اللي إحنا يجب إن إحنا ننظر لي من هذه الأحاديث إنه ربنا كشف إنه المتكلم مش هو خالق المرأة أو الرجل ما يعرفش مخلوقين إزاي وما يعرفش إمكانياتهم إيه ويخشى أن يستخدم الإنسان بكل إمكانياته في يعني لمل مجد الله لأنه هيدمر الشيطان اللي بيتكلم وبيحط على المرأة هذه الأمور بعد كده قال اتكلم بقى عن ولاية المرأة وإنه ده لا يصلح لأنه يعني إحنا شايفين إنه ده ما ينفعش هتعملوا إيه ما الستات شغالين في الدنيا كلها ومش بس كده ده الستات اللي بيشغلوا هذه المناصب هم اللي بيقودوا بيوتهم كمان واللي بيصرفوا على بيتهم نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي بيقوم على عمل المرأة لكن الأمور دي كلها مربوطة أيضا بآية قرنة في بيوتا تقعودوا في البيت بقى ما تخرجوش المرأة أصلها حياتها إنها في البيت مقرنة في بيوتا في بيوتا كنا دي آية قرآنية هتعمل فيها إيه قرار المرأة في البيت بالصوت القرآني بيقولك إنه الست مكانها البيت فلما يجي واحد زي عبدالله رشدي يقولك آه طبعا يعني يعلمهم وكل حاجة بس في الأخير يعني مكانها البيت لو محتاجة تشتغل يعني ماشي ماشي اللي يجب قطة الأولانية خروج المرأة بدون إذن وخدوع المرأة للفراش اللي اتنين مرتبطين بالقوامة والطاعة و للرجال عليهن درجة آيات قرآنية هتعمل فيها إيه هتعمل فيها إيه قوامة الرجل تعطيه صلاحيات منذ ظهور الإسلام إلى اليوم الصلاحيات دي معروفة هو اللي يقرر هو اللي يعمل إيه هتعمل إيه في موضوع يعني الاغتصاب الزوجي ما هو طالع من ده وهو قال الحكاة دي ما هو طالع من ده بس ده مش مرتبط بس بالفكرتين دول لا ده انت عندك بقى انه عقد النكاح يعطي للرجل السلطة يعمل كذا ويعمل كذا والكلام ده كله السلطات اللي تأتي مقدمة لي وان النساء عوانة عندكم والكلام ده كله المرأة أسيرة قوارير الكلام ده كله يضع المرأة في إطار في إطار المستخدمة المستعملة المملوكة فهتقول إيه هي تعمل إيه هتنقل بقى للنقطة الستة وهي الحجاب والنقاب ويعني انه في الآخر بيقول انه النقاب هو عادة وليست عبادة وانه احنا بنشوف دلوقتي ان النقاب يعني ابتدى يخرج من إطار المعمول بيه والناس ابتدت انها تخرج من موضوع اجبار البنات على النقاب والكلام ده كله وهو شايف انه الحجاب كمان هيجر له كده لانه الحجاب كمان ما قلهاش صراحة ولكن هو شايف كمان يعني بما معناه انه الحجاب ايضا هيحصل له نفس الحكاية لانه العرف المجتمع هيختار انه الحجاب ينتهي والمجتمع كان اختار من زمان بس اللي اتغير ايه عارفين اللي اتغير ايه انه مع كل تغير في التباين في السلطات الدينية يعني مثلا ايام ما كان مرسي في الحكم اتكلمنا بقى عن سن الجواز والنقاب والحجاب و يعني الختان الكلام ده كله في مجلس الشعب كانت بتناقش راح مرسي جي الرئيس السيسي دلوقتي عندنا حد نقدر نتنفس معه شوية هيحصل ايه بقى لو رجعنا تاني الى سلطة بهذه القسوة وده اللي بيحصل على يعني السلطة الدينية المرتبطة بالسياسة الدائمة وده سياسة اسلامية ده اللي بيحصل على حسب مين اللي مسك الحكم هتطلع شوية وتنزل شوية فدي دلوقتي النهاردة عندنا مساح هنقول دي فتاوى منتهية الصلاحية على اعتبار انها فتاوى لكن لسه عندنا الاصل الاسلامي موجود ما انت عندك الاصل الاسلامي اللي بتجر منه كل الفتاوى دي اللي بتعتمد على شخص بيديك الفتاوى الاسلامية النقطة اللي بعد كده هو اتكلم على الختان وزواج القصرات انا لسه ايلا الحاجات دي تتغير تروح وتيجي لكن المشكلة انك لما تتكلم في حاجة زي الختان الختان لم يكن فتوى الختان كان تصريح من محمد اقطعي ولا تنهكي مش كده يعني خف في يدك ما تشريش كتير فانه مش عارف ايه احب للزوج واكرم للوجه ولا كل الكلام ده من زمان قوي يعني محمد ده كان عرف فوقته هو اقره واحنا بقى استلمنا في السنين دي كلها وانتو ما اكتشفتوش ده لانك لا تستطيع انك تخالف لا السنة ولا القرآن كه لكن اللي خلصنا المفكرين المجددين الناس اللي عارفة الطبيعة الانسانية خلينا نروح للسلايد اللي بعد كده في امور المرأة اكي ده همش عليه سريعا لان انا عايزة اروح لموضوع كلامه عن الرجال اتكلم على موضوع زيارة القبور والشبكة والدبلة والخطوبة والكلام ده كله وقال ان دي كانت حاجات يعني انتهت صلاحياتها وانه كل واحد دلوقتي العرف يقولك انت تعمل ايه وما تعملش ايه الاختلاط في التعليم الاختلاط في التعليم هو جاب حاجات حصلة فيها تغيير وحاجات هو شايف انها بتنتهي يعني هتروح الاختلاط في التعليم له اساس في الدين برضو هل ما كانش فيه فصل بين النساء والرجال في ايام محمد لا كان فيه قاية الحجاب اللي هم يعني بيقولون ان دي قاية الحجاب انه متقدرش تكلم الست غير من وراء حجاب اللي كانت المفروض تبقى لزوجات محمد واللي بتطبق بقى على نساء المؤمنين النهار ده ما دي اصلها قرآني برضو هتجيبها منين يعني اكي صفر المرأة بدون محرم اصلها قرآني برضو لانها مرتبطة بالقوامة والنقصان ومحدودية حركة المرأة برضو والكلام ده كل بعد كده بقى بيتكلم على حاجات كلها اجتماعية يعني بقى الشكل العام المكياج تحط مكياج ولا ما تحط تحط عطر ولا ما ما تحط وانه المرأة حتى طلعن لما تحط عطر وكلام ده كله دي حاجات كلها شكلية لكن لحد النهار ده المجتمع هو اللي خلصنا من الكلام ده وليس فهم ديني لنظرة الله للإنسان ما زلنا في الأمور دي بنرى انه المرأة اللي تخلصت من الأمور دي هي اللي عملت كده مش المجتمع قال لها مثلا ايه يعني لما تحطي برفان انت مش بتعملي كده عشان تغري حد ما زل عندك ناس في المجتمع بتقولك بتحط برفان عشان تغري الناس وانها تتحمل وزري مش عارف مين اللي هيشم البرفان ويقول الله مش كده ما زل ده موجود خلينا نروح لي الفتاوى اللي بتخص الرجال الفتاوى اللي بتخص الرجال انا هتكلم فيها عنه هو اتكلم عن اللحية وقال انه دلوقتي يعني هو دلوقتي حليق اللحية لكن الاول زمان ما كانش لانه كان بيحكم عليه مش لانه هو كان مقتنع لكن يعني انا بقول يعني هو ممكن يكون ما كانش مقتنع لكن كان هيحكم عليه لو كان لم لم يطلق حياته ولو حتى بصورة قليلة دلوقتي هو طلع لنا بالقصد حليق اللحية لانه ده ما بقاش سنته التابعة ماشي كيه العمامة وغطاء الرأس واللبس وكده وتحريم خواتم الدهب والكلام ده كله دي حاجات يعني يعني الناس خلاص تغاضوا عنها نمرة ستة اتكلم عن حق ضرب الزوجة الناشز وعلق في هذه النقطة على انه بيقولك طلعوا لنا بقى او طلع لنا ما قالش انه بيتكلم على الشيخ الطيب هو قال انه الشيخ الطيب قال او طلعوا لنا يقولوا لنا انه ضرب المرأة هو لكسر كبرياءها مش على اطلاقه وبعدين لما الناس اعتردت فقالوا لازم نوقف موضوع ضرب المرأة هتوقف ضرب الزوجة الناشز ازاي وعندك آية قرآنية بتقول لك انه الزوجة الناشز تضرب واضربه هن هتعمل فيها ايه لم اسمع سعد الهلالي بيقول التأليفات اللي الناس بتقلفها في موضوع الضرب من ضرب الخيام والضرب مش عارف ايه من الطريق وكل الخرافات اللي الناس بتحاول تفسر بها الآية الحقيقة عمري ما سمعته بيقول حاجة زي كده يمكن يكون قالها وانا وانا مسمعته لكن هو دائما يتفادى انه يتكلم في موضوع الضرب وياخد الامر على انه زمان كانت الستات او الرجال بيعملوا كده دلوقتي الست لا تضرب لانه العرف تغير حسب العرف الست دي لا تضرب فاكرين زمان يعني ما كانش زمان اوي يعني من كام سنة اعتقد كان خالد الجندي اعتقد اتكلم على انه في واحدة اتربت على الضرب مثلا وجوزها ضربها دي مش زي الست اللي اتضربت وهي بسكوتة ومن عيلة ما بيحصل لهاش كده وجوزها ضربها لا دي تطلب الطلاق على طول دي فيها مشكلة دي كبيرة وكأن دي انسانة ودي مش انسانة بس المشكلة نرجع لفين نرجع لانه هناك اية قرآنية بتقولك دي بقى مش فتوى فما تحطلناش حاجات كده في النص وتقول دي فتوى دي مش فتوى انت بتتكلم يعني عايز تتكلم على الفتوى في ان ده ما يحصلش يعني مش شايفة فين الفتوى اللي طلعا لنا هنا دي دي مش فتوى دي اية قرآنية انت بتقول انها غير معمول بها انتهت صلاحياتها هناك الكثير من الايات القرآنية المنتهية الصلاحية منذ صدورها يعني لانها لا توافق الطبيعة الانسانية خالص اوكي حق تعدد الزوجات بدون استئزان مش حق تعدد الزوجات لانه لا يستطيع انه يضرب في القرآن دي بقى يعني صعب والكثيرين لكن حق تعدد الزوجات بدون استئزان دي دي منتهت الصلاحية لا مش منتهت الصلاحية انت بتقول كده لكن شيخ الازهر كلهم النهار ده ما زالوا بيقولوا هو يقدر يتجاوز من غير ما يعمل ده انت عندك المستشار اللي قتل مراته الاعلامية ده بالتأكيد لما كانت بتحدده هتقول لمراته الاولانية مستشار بقى وقانون ودين وكل حاجة مش كده ما بيعملوش كده لانه الشرع بيقوله يقدر يعمل من غير ما يقول لمراته لا يلتزم بالقانون اللي عنده اساس ديني بيقوده بيقف قدام القانون ولا يلتزم بالقانون انا عارف ان الاستاذ الدكتور سعد الهلالي بيحاول اصلاح الامور لكن هناك معضلات كبيرة اتكلم بقى على تحريم لبس الشرطة القصير والكلام ده كله وبعدين قال ولاية الزوج الدينية على الزوجة ازاي ازاي تقدر تقول ان ولاية الزوجة الدينية على الزوجة والغيات هو اتكلم على نقطة انه مثلا الزوجة اللي لا لا تصلي انه زوجها يقدر يعقبها وينبهها والكلام ده كله مش كده لكن مين قال ان ولاية الزوجة الزوج الدينية على الزوجة انتهت وانت عندك ايات القوام كلها والكلام عن قوام الزوج على زوجته وسيطرته على زوجته هي نفس الفكرة هي نفس الفكرة كل حاجة تحطها تحت القوام كان عندي سؤال وانا بشوف اللي اتكلم فيه عن في موضوع الرجال والنساء الحاجات اللي هو بعض الحاجات الافكار اللي هو قال انها اتغيرت وانها يجب انها تتغير بالعرف فانا مثلا ما سمعتوش بيتكلم على موضوع الدي ايه وموضوع الولد للفراش انه ايه او الاعتراف بالطفل بالدين ايه لو حتى ما فيش زواج موضوع ابناء الزنا موضوع التبني لماذا لم يلغى موضوع التبني ويعتبر ان ده برضو فتوى ما انت لغيت الضربة هو يعني اهو ده قرآن عشان عندك ادعوهم لأباءهم هنا ما انت عندك واضربهم الفرق الفرق اياهما اقرب الى العقل واصلح للمجتمع مش اياهما طبعا الاتنين المفروض انه ما يبقاش فيه ضرب للستات لكن موضوع التبني وموضوع ال ابناء الزنا والزواج من بنت الزنا وماء الزنا هدر والكلام ده 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 خراب في المجتمع الاسلامي وعوار في فهم الارتباط الانساني في الاسرة وخراب لنفوس ناس بتموت في الشوارع وناس مش تهية انها يكون عندها عين طب كان الافضل ان احنا نحط ده كمان ونحط عليه كمان خلينا نلقي نظرة سريعة على اللي قال وعلى التغيرات اللي في المجتمع الفتاوى اللي بتخص المجتمع الحقيقة ان الحتة دي في الفتاوى اللي بتخص المجتمع انا شفت الدكتور سعد الهلالي يعني بيتكلم عن امور اثرت عليه هو شخصيا فمثلا تحريم التلفزيون والتصوير والفن والكلام ده كله قال لكن انا شأت بس مع ان ده حرام مقدرش عمله مقدرش عرب له مقدرش مش عارف ايه اتحرمنا وبعدين الناس اللي حرمونا طلعوا هم وعملوا قنوات تلفزيونية وبقوا يعني بيتكلموا عليها وتحريم العمل في النيابة والسياحة والبنوك والضرائب في الحتة دي هو اتكلم على حتة انه اتعين في النيابة وبعد كده قالوا له حرام لا يمكن ان يحكم الا بحكم الله ما الحكم الا لله طب انت هتغيرها ازاي دي ما هو ده برضو يعني الناس دي عندها حق لانه السلطان الديني هو اللي دائما يعني يعلو على اختياراتك الشخصية ودي الحتة اللي انا حسيت انه فعلا كان فيها كسرة قلب فاتجه الى الاتجاه الديني يمكن علشان يكون صوت يظهر بعض المشاكل الكبيرة اللي في الاسلام بصلي انه ربنا يلمس قلبه هو شخصيا وانه يدي له تعويضات وانه يعني الحاجات اللي انا شفت انه الاسلام اثر عليه فيها سلبيا ربنا يصلحها فيه ولكن لم يحدث تقابل حقيقي مع المشكلة والعوار الاصلي في الاسلام انه دين منظومة افكار غير متصلة بمعرفة قلب الله الحقيقي باي صورة من الصور ودي مشكلة كبيرة لانه المسلم عمالي يلف فيه دوائر النهار ده كنا منحرب الجرز والكلاب والصور والكلام ده دلوقتي نقدر خلاص الديمقراطية كنت وحش مبارح دلوقتي نقدر عندنا الديمقراطية لا لا تنظر الى هذه الامور فقط انظر الى المصدر انه كل هذه الامور زي ما ابتديت الاول في البداية كنت بقول لكم ان الناس دي بتلف في دوائر من الفوضى ليه لانه ليس هناك ارشاد من اله حقيقي قريب منك بيتعامل معاك بيرتبط بقلبك بيرشدك في حياتك اليومية كلام ده كل فيعني الفرق اللي لا يمكن انك تخرج عن اطاره هو انه هناك اله في وسط حياتك بيرشدك ويعينك ويعرفك بذاته وهنا انت عندك افكار بترموها لبعض وفكرتي افضل فكرتي عرف مش عارف ايه يعني قضايا ممكن تتغير بالثقافة البلد او الدول او العالم الان وهكذا انت بتصرع مع نفسك انت بتصرع في حلقة مفرغة يعني ما يقولك انه دلوقتي ما بقاش في ملك يمين و الغاء الاسترقاق ومش عارف كده ومش عارف ايه لما تيجي داعش بقى في ملك يمين والاسترقاق عادي لانهم لانهم هيعودوا لالاصل المكتوب في هذا الكتاب المكتوب في هذه الكتب يقولك ما فيش جزية وما فيش غنيمة وما فيش قتل وما فيش جهات طلب وما يش عارف ايه لا فيه جهات طلب ليس يجي رئيس غير الرئيس ده يكون يشجعنا زي ما كان مرسي يجيب الناس الشيوخ والعريفي والناس دي كلهم يقولون الجهات الطلب ولازم وتروح ومش عارف ايه السابت في هذا الدين هي الفوضى والتشتيت لكن السابت في معرفة الله ان الله دائما يقودك لسلام الله دائما يقودك الى معرفة حقيقية تغيرك انت انت مش اللي حواليك يمكن في كل حلقة بقول كده ان التغيير اللي بيأتي من الله في القلب الحقيقي مصدره الله يغيرك انت فتتعامل مع الناس من منطلق معرفة الله الحقيقي وانا بحضر للحلقة دي فكرة الفوضى كانت يعني مالية فكري عايز اوريكم الصورة اللي جاية دي في اللغة العبرية كل حرف كل حرف له كلمة يعني كل حرف يعني كلمة بيدي صورة اللغة العبرية بتصور الحروف والكلمات فكلمة سلام شلوم لها معنى غريب وعجيب جدا بيقولك انه السلام هو قوة سلام الله هو قوة تنهي سلطان الفوضى في حياة الانسان او في العالم فانا بصلي ان الله شلوم اله السلام ينهي ويقضي على الفوضى في وسط العالم الاسلامي الفوضى الاسلامية بالتحديد بصلي من اجلكم وكل المحبة لكم والى اللقاء في الحلقة القادمة